يعني زي ما جمانا كانت بتقول من شوية نعرف السادة المشاهدين ونعرف كل واحد يتعامل مع محرك البحث الأشهر جوجل إيه السمات الحديثة أو الجديدة وإمكانية المحثة مع الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي جميل هي شركة جوجل كانت قاعدة فترة كبيرة قوي لأنها طول عمرها كانت ليدينج كانت هي في المقدمة دايما لما جات أوبن اي اي نزلت شات جي بي تي وبقوته الرهيبة اللي خلت الناس بدأت تفكر في الدنيا كلها بشكل مختلف جات جوجل قالت لا أنا لما هطلع حاجة شات جي بي تي ومعظم الناس دلوقتي بدأت تستخدمه الجيال الجديدة بالكامل بدأت تستخدمه كان قايم على أن أنا هدخل نص وأستقبل الإجابة نص وبدأت بي لأن النص هو أقوى حاجة يعني حواري مع حضرتك النهاردة نص الأديان السماوية نص كل المحركات اللي دخلها للمخ نص فبدأ بأقوى حاجة بالضبط هو الأساس في التعليم هو الأساس في العقيدة هو الأساس في التواصل لأن لغة الحوار نص فجيه لما جيه جوجل قال تمام أنا هدخل بنفس القوة طيب هجيب اي جديد فبدأ يعمل جيميناي جيميناي ده منتج جوجل المناظر للشات جي بي تي قال لا أنا هشتغل بحاجة أقوى شوي ما يسمى في الهلم بالمالتي مودالتي يعني إيه مالتي مودالتي يعني أنا لما بكلم حضرتك من ضمن المعاملات اللي دخل معايا أننا شايف حضرتك دكتور محمد وشايف أستاذة جومانا شايف انطباعات حضراتك وقصادي وحطتها ضمن اعتباراتي في المخ فالحوار دخل فيه صورة وفيديو فبدأ جيميناي يقول أنا هشتغل مش موضل إن أنا أخد كتابة بس هاخد معك كتابة صورة وهاخد مع الصورة فيديو واتفاعل معك كرد فعل بناء على كل دول مع بعض يبقى رد فعلي شامل تحليل كل دول مع بعض وليس النص فقط ومن هنا طلعت لتشات بوتس الجديدة تشات بوتس يعني عشان نعرف الدنيا ببساطة للمشاهدين هو جهاز كمبيوتر بس عنده القدرة على إنه يتعرف على كلامي أيا كانت لغته عمية فصحة إنجليزي عربي ياباني أيا كان ويرد علي محاورة مصاغة بشكل بشري وبصوت بشري يعني بدلا ما يبقى كتابة هيبقى حوار بشري تام تام فده لتشات بوتس لما نزلت فبدأ ينزل لتشات بوت ده وحط جنب صوتي اللي كان بيسمعوا يرد علي زمان زي سيري اللي كان في الآيفون وآلكسا اللي كانت في البيوت وجوجل أسستنس اللي كانت على الموبايل كل دول كانوا بياخدوا صوت بس لا دلوقتي بقى كمان هياخد صورتي وهياخد تعبيرات وشي طب أنا مبسوط طب أنا غضبان طب أنا كذا هياخد تحليل الصوت يطلع منه بالعواطف وتحليل الوش ويجمع الاتنين مع بعض ويدين ردود الأفعال